كفيف من محافظة الفيوم وعنده 38 سنة راح المسجد الفجر وصلى بالناس وفضل لحد الظهر وأمهم في الصلاة بعدها دخل يستريح شوية لحد العصر ولما تأخر راح يسحوه لكن مرض بش وفارق الحياة وآخر حاجة نطاقها كانت كلام ربنا بعدما ختم القرآن 24 مرة في رمضان اللي فات ما لا تعرفه عن الشيخ عبدالله كامل سفير القرآن الكريم الذي أبكى الجميع بوفاة سنة 1985 اتولد الطفل عبدالله في قرية بمحافظة الفيوم لكن للأسف نظره راح بعد الولادة على طول أهله قلبهم كان بيتقطع عليه لكن والده قرر يوهبه لربنا سبحانه وتعالى وأول ما بقى واعي ابتدى يحفظ القرآن الكريم بطريقة برايل وعشان ربنا سبحانه وتعالى لما بياخد حاجة بيدي حاجة تانية عبدالله حفظ كتاب ربنا كله وهو في الاعدادية والناس ما بقيتش مسدقة اللي عمله أما صوته في تلاوة كتاب ربنا فكان بيبكي كل اللي بيسمعه وتسمى المزمار الذهبي بسبب حلاوة صوته وكمان كان طالب شاطر في مدرسته برغم كل ظروفه ونجح في كل مراحل التعليم لحد ما دخل كلية دار العلوم جمعة الفيوم وبعد التخرج ابتدأ يتشهر أكتر بتلاوة القرآن وشهرته زادت بعد ما فاز بالمركز الأول في مسابقة المزمار الذهبي لتلاوة القرآن الكريم وكان إيمان لأكتر من مسجد في مصر خصوصا في صلاة الترويح وبعد كده بقى يأم المصلين في الكويت والسعودية وصلاته كانت بتتزاق على التلفزيونات الرسمية هناك واشترك في تقديم برامج دينية على القنوات الفضائية ومن كم سنة المركز الإسلامي في ولاية نيوجيرسي بقى يستعين بالشيخ عبدالله كامل عشان يصلي الترويح والتهجد في رمضان ورغم إنه بيقرأ جزء يوميا من القرآن الكريم في الترويح إلا إن الألاف كانوا بيجوا يصلوا وراء من كل المدن الأمريكية واللي برى المسجد بيقروا أكتر من اللجوة وفي رمضان اللي فات الشيخ عبدالله راح مسجد التوحيد في نيوجيرسي زي عدته وبعد ما وصل بشوية مراته خلفت وجابت ولد وسمى سوفيان الفرحة ما كانتش سيعاه وكان أجمل رمضان مرة عليه في حياته ورح كذا مدينة أمريكية صلى بالناس ومبارح وصل للمسجد قبل صلاة الفجر وأم المصلين وبعدين قال درس سريع عن صورة التكوير وباكى بكاء شديد وهو بيقرأ الصورة بعدها فدل يقرأ قرآن لحد صلاة الدهر وبعد الدهر دخل يستليح في استراحة الجامعة ولما جات صلاة العصر صديقه ورفيقه في رحلة أمريكا الشيخ مصطفى بوسيف رح يصحيه وهنا كانت الفجيعة الشيخ عبد الله مردش عليه وبعد الكشف اتضح أنه مات أما السبب الطبي فلسه مش معروف لحد دلوقتي لكن الغريب أن الشيخ كان حاسس بالموت وقبل وفاته بفترة بسيطة كتب قصيدة نعى فيها نفسه بعنوان ألومات رحم الله الشيخ عبد الله كامل وغفر له وتجاوز عن سيئاته